السلام عليكم مجددين يا شباب مع اخر فيديوهات الجرات الحمدلله الحمدلله احنا وصلنا الهين الحمدلله الفيديو ده طبعا زي ما باين من العنوان ان احنا نشرح في اليوترس تمام او يعني مش هنشرح طبعا انتوا عارفين انا مش بشرح في الفيديوهات دي انا بروس مجل الكومنت في الامتحان تمام طيب اليوترس يا شباب يعني انا بصراحة ملقيتش حاجة يعني اشبه بها اليوترس فرحت رسمته على شكل الشجرة ماشي؟ يعني مثلا بصت فرق كده معايا مثلا تلاقي عمل ايه؟ اهو ماشي؟ اهو كأني ده اليوترس يعني مثلا ودي مين قناتين هم اليوترين تيوب او قناتين فالوب وش اللي تعمل اوبري؟ هعمل الاوبري في اللاعف اللي هنحتاجوه وتحت السيرفيكس او شبه اليوترس مش كده؟ لا احط الكرياتيفتي حط لايك ماشي؟ طيب المفروض يا شباب ان كلمة يوترين وال هتتقرر كتير جدا فبدل يعني عشان افكرك بيها برضو فانا حطتلك ايه يعني جبتلك جدار كده وراها ماشي؟ جدار بالشكل ده اهو تمام؟ اه عشان تفتكري ان ده اليوترين وال يعني تمام؟ بس انا يعني هقلل الاوبري سيتي شوية بتاعت الجدار لهدف معين يعني هتفهمه شوية كده تمام؟ طيب فالمفروض ان ادي مين ادي اليوترس اهو؟ وادي اليوترين وال يعني وهكذا يعني ماشي؟ احنا معانا اربع جارات ان شاء الله اربع جارات هنمهم لما محترم جدا في الفيديو ده تمام؟ فبالتالي هكون معانا اربع رسومات يعني اليوترس ماشي؟ او اربع يعني اربع اشجار تمام؟ طيب المهم قبل ما نقول اي حاجة انت تتخيل انك الشجرة دي نشفة ولا طرية؟ نشفة صح كده؟ يبقى دايما لما تيجي تذكر الكونسيستنسي حط كلمة ثيرم او سولد او هارد ماشي؟ فانت تفتكر ان الادنديئة شجرة نشفة وماشي فخلي بالك بالشكل دا يعني عشان كده حتى عملتها شجرة يعني تمام؟ ممتاز جدا او برضو عايز اقولك على حاجة احنا شباب عشان احنا قلت عندينا مين اربع جارات في اليوترس عشان نزبط الاربع جارات ان شاء الله عاوزين نمشي على الاسكيمة اللي هي كنا بنقولها كانوا دا كترة تلبسوا بيقولها لنا زمان خالص في السنة اولى حد فاكر اهي الاسكيمة دي يقولك لما تيجي تكتب الكومنت يا ولاد حطوا اربع اس واربع سي اه هدي عمرنا ما كتبنا بيها ولكن كانوا بيقولها على طول عمرهم ما مشوا عليها يعني بجدل هي الكومنت عمرهم ما مشوا على اربع اس واربع سي تبقى الدنيا سهلة لكن معلش المرة دي هنيمشى على اربع اس واربع سي لو كتبت الاربع اس ايه في ناس مش عارف ايه الاربع اس والاربع سي ثاني واحدة detto اي جارhmynthو و الاربع اس في اى جار من دول اللي اللي كومنت اعتبره خلص تمام لانا لان خلوا بالك من ركعية انا دلوقت يعني هحفظك كل الكلام المهم فيها طيب طيب انت هترتبهم ازاي؟ بالأربعة אז والأربعة سي اتفعنا؟ يبقى لتنظام الكمنت بالأربعةاس والأربعة سي اللي هم هي الأربعة harmony والأربعة سي اللي هو الأربعة overcoming shape اللي هو surface اللي هو الا 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 انا مش فاكل بالباقي والله اللي هو shape وال surfec تمام والاء والسي اللي هو ال consistency اللي هو hard ولا firm والcolor تمام والاسي تانية انه هي size تمام يبقى حاول افتكرهم يعني هنا هنقولهم دلوقتي ولكن هنحاول اتنظمهم بالشكل ده تمام يعني أنت في الامتحان حاول تكتب الأربعة S والأربعة C عشان إن شاء الله تكتب كومنت كامل متكامل سهل تمام طيب نبدأ يا شباب إحنا عندنا كم جار أربعة تمام أول جار ماله أول جار اسمه ليو مايوما تمام يعني إيه ليو مايوما يعني سرطان حميد طالع من هو السموس مصل بتاعت اليوترس تمام ده معنى ليو مايوما ليو يعني عضلات ملساء لكن ربده يعني عضلات هيكلية يعني لو قلت ربدو مايوما باثو ده منهوش علاقة بالتجار بتاعنا تمام لو قلت ربد دي معلومة ليك لو قلت ربدو مايوما دي معناها عضلات ورم من العضلات الهيكلية أو المخططة مش الهيكلية تمام لكن ليو مايوما ورم من العضلات الملساء اتفقنا مايول هي عضلات مصل يعني طيب الورم ده عامل إزاي والله معلش بس هستأزينك يعني نعمل زوم شوية على الشجرة دي بتاعتنا عشان نشوف بقى فيها ايه بالضبط ماشي ماشي ممكن نعمل زوم كده على الشجرة دي بتاعتنا تمام ونشوف بقى ما لها الشجرة دي تمام يا شباب طيب بص كده انت شايف اول حاجة شايف اللي هو الجدار اللي ورا ده ايه رأيك لو سمناه اليوترين وال اه ماشي اه الوال اللي هو الجدار اللي ورا اليوترس حلوة سه صح ماشي طيب وقبل برضو يعني في جملة لازم تفتتح بيها الاربع جرط بتاع النهاردة لازم جملة سبتة تفتتح بيها اللي هو ايه يا شباب النيداس باسم اين عينا يعني من اليوترس بس لو كتبت من اليوترس بس تاخد صفر لازم تكتب enlarged يوترس لازم لان يا شباب كل اللي احنا علينا النهاردة يا اورام يا مش عارف سرطان حميد ماشي فلازم تكتب كلمة enlarged وخلي بالك كلمة enlarged عدت علينا يمكن في 90% من الجرات enlarged thyroid gland enlarged testis يا شباب بالله عليك يعني لازم 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 تكتب في يعني انا والله مش مطالب اقولك بالكلام ده ولكن بفكرك به منرارا وتكرارا لا يعني عشان ممكن الناس تنسا وتنقص وتقول ايه احنا حفظنا من فيديوهات اسلام ونقصنا تمام فقديني بنبه عليك اهو منرارا وتكرارا تمام يا ريث يا شباب تكتب enlarged في كل عضو تمام لان معظم الجرات اللي عندنا يا قطيومر تضخم ايش عارف ماشي طيب وبعدين انا بص انا هسبت لك اسكيمة كده تيمشي عليها هسبت لك زي ما قلت لك اسكيمة تيمشي عليها وتشرق والاسكيمة دي يا شباب هتطبقها على كل الجرات بتاعت اليوترس بتاعت النهاردة تمام يعني اي جر في اليوترس بتاعت النهاردة هتطبق عليه الاسكيمة دي اللي هي ايه تكتب سبس من enlarged يوترس وبعدين تشرح بقى تمام هل ده ملجنانت ولا ده بناين ولا بتاع طيب ايه بقى ده ده هو الجزء من الاسكيمة ايه تاني جزء من الاسكيمة هو اليوترس يا شباب بيتكون من ايه مش من يوترين وال ويوترين تيوب اللي هي فلوبين تيوب يعني وأوفري وسيرفيكس اه معلش حتى لو مش كتبها في كتاب القسم معلش بس لو لو عندك وقت اكتب لي العناوين دي واشرح كل واحدة ازاي يعني مثلا الشريء الجار ده بتقليه ما يوما طيب هل ده لعلاقة بالفلوبين تيوب أو بالأوفري لا اكتبهم معلش نورمل معلش تمام طب هل اللي علاقة بالسيرفيكس لا اكتبه معلش نورمل وتعالى بقى على يوترس حد فيمني وتعالى على يوترس اوصف بقى الماس وحطولي بقى لأربع اس والأربع سيبتوا عك اتفقنا يبقى دي الاسكيمة يا شباب اللي احنا هنطبقها على كل جارات اليوترس ان شاء الله طيب تمام يبقى ناقي ده كتاب القسم اختصر بدلا ما يقولك السيرفيكس نورمل وال ودا نورمل ودا نورمل قالك الاوترسيرفيس نورمل وسكت او الاوترسيرفيس يعني ايه رجل محترم هو اختصر عليك المشوار يعني ماشي بدلا قام بقى ده نورمل ده نورمل ده نورمل 透 Spanish حتى حتى في الجار اللي احنا بتاعنا اللي هو بتاعك اللي ل عندنا في كتاب القسم او اللي هيجلنا بتاعا يوما يوما قطع لك اللي هو الفلوبيان تيوب والأوفري على أساس انهم نورمال وملهمش علاقة بينا تمام فقطعهم لك فإيه رأيك لو أنا عملتهم كده أهو مسحتهم إيه رأيك لو أنا مسحتهم بالشكل ده كأنني أطعتهم يعني تمام يبقى كان ممكن تقول من الأول خالص إن حد تفاكر إيه الأدنيكسا دي اللي قلنا هدر اللي فات آد يعني نيكسا اللي هو مين يا شباب اللي هو التيوب فممكن تقول إيه تمام طب وبعدين أنا قلت لك سبت سكيمة هتقولي العنوان بعد كده تشرح الباقي عاوز تقول السيرفيكس إز نورمل تمام عاوز تقول اللي هو الأوتر سيرفيس إز نورمل تمام اللي تنصح وبعدين هتشرح بقى يا شباب اللي هي السكيمة بتاعتنا بتاعت أربعة اس و أربعة سي وبقى سيبها علي دي أنا هحفظها لك تمام إيه بقى الأربعة اس والأربعة سي دايش باسمه ليوميومة يعني وراء محميد طب شكله عامل إزاي أنا هعملك رسمة بسيطة والله هتفتكر منها الأربعة اس والأربعة سي في ثواني بص كده شايف الدواير دي دواير 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 شايف كده بص بص دواير تاني عليها دواير دواير بس ديلونها براون لكن ديلونها جريش تمام بص كده دواير 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 تمام إيه ده إيه ده الليوميومة بالفعل شكلها عامل كده عبارة عن ماس كبيرة في نص اليوترس هو ده الليوميومة والله بصح شكلها عامل كده مش مسداني طب تعالى وريك بص كده تعالى وريك لو أنت إيه إيه بليف مي بص معايا آه هو بص كده آه تعالى كده نعمل إيه نزوم آوت كده بص معايا حد شايف إيه ده شباب هم حد حد عارف إيه ده ده اليوترس أهو هل في فالوبيان تيوب أو هل في فالوبيان تيوب أو أوفيري لا يبقى لو أزنو أڤنكسة تمام أهو مافيش ولا فالوبينتيوب ولا أوفيري تمام يبقى لو أزنو أڤنكسة التفضيح 오른 شباب أهو طيب فيش فالوبي전تيوب الي كتمافروض بقى هنا أهو ولا أوفري طيب إيه دي آه دي الكتلة نفسها اهو دي الكتلة شباب وهو ذي السيرفيكس الأل هو أهو اللي هو الأوتر سيرفيس تمام اس شيب تطلع منها ايه يا شباب اس الشيب وهتطلع منها الستركتشر تمام ازاي هو شباب حد عارف الشكل ده اسمه ايه اه الناس اللي تفرجت على الفيديو بتاع البيناين بولستاتيك هايبر بيليزيا حد فاكر الشكل المدور ده الدواير 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 اللي قلتك شبه الثعبان اسمها ايه اه اسمها هورلي ابيرانس صح كده عدت علينا قبل كده في مين ممتاز عدت علينا يا شباب في الكربورة اميليشيا كلمة هورلي ابيرانس دي فنفس الفكرة التيومر عامل بنفس الشكل ده عامل ايه مش فاهم قالك والله عبارة عن Alternating Alternating يعني ايه متبادلة دي معادي غريش بويت باندل او غريش باندلز وز براون باندلز الله على الرسم الله بص اسمها كده فيلنج يعني مالية زهول يوترين كافيتي اللي هو الصيز يعتبر يعني تمام وتكتبها كذا في كذا تمام يبقى تاني لونها اللي هو الكالر السي بتاعت الكالر مالها شباب غريش باندل مع ويت باندل الحجم السايز وقسها كده بالمسطرة اي ارقام تقريبية تمام ايه ده سهلة جدا صحي كده فاضل كلمة واحدة مهمة هي ان المفروض يا شباب ان اي ورم حميد بيكون كابسوليتد ده سودو كابسوليتد وعشان تفتكر كلمة سودو كابسوليتد عملتها لك ازاي بص كده عملتلك نص كابسول بص كده شايف الكابسول ده مش كامل اهو فافتكر اني ادي كابسول اهو حد شايفوا لهو ده اهو ده كابسول اهو بس مش مكمل كابسول مش قافل على بعضيه فكده ايه بني ما بينك يفتكر انها يعني انها سودو كابسوليتد تمام سهلة جدا صح طيب فاضل سيل كونسستنسي ما انا قلتلك اني سيل كونسستنسي انك دي يحجأ ان ده يا شباب دي مين دي عبارة عن شجرة والشجرة نشفة يبقى مين فير من كونسستنسي كونسستنسي خلاص خلصنا كده الاربعة اس والاربعة سي يعني حتى لو سيبين واحدة اللي هو مش عارف ايه يعني قلنا الكلر قلنا الشيب قلنا الستركشور قلنا الكنسستنسي فيش حاجة تاني صح كده قلنا السايز قلنا ال قلنا كله مش كده طيب يا ما انت امشي بسكينة الاربعة اس والاربعة سي وفتكر الرسمة هتجيبهم كلهم ان شاء الله تمام سهلة جدا صح كده يعني انا بقولك ايه طبق الاربعة اس والاربعة سي من الرسمة بتاعتنا بس فاضل كلمة واحدة كمان معلش انا اسف رخيمت عليك بص كده يا شباب بيقولك ان التيومر ده جاي من اليوتراين وال اه اليوتراين وال اللي احنا قلناه عليه بدري ده اه التيومر ده يا شباب اللي هو اليوم يوم دي اريزن منين من اليوتراين وال وعشان ما تنسهاش ايه رأيك في الحركة دي حطط لك كده مين زي شكل اليوتراين وال عليها عشان تفتكر بس اني ده مين من اليوتراين وال يبقى ده الشكل النهائي بتاعنا اتفعنا يا شباب يبقى تعالى نقولها تاني بسرعة يلا بينا اول حاجة هتقول ايه يا شباب ده عبارة عن سبيسمن يعني ايش عينة تمام من انلارجد خلي بالك من تلمية انلارجد لازم تقول العضو يوترس بس هل معاك اوفري وفالوبيان تيوب لا ويز نو تمام اللي كتبتها تمام بس عشان الوقت اسهل تمام طب وبعدين قلتلك لازم تعلق على كل الاجزاء وبعدين تمام تحت الميكوزة يعني ملها يلا بقى اشرحالي بالاربعة اس والاربعة سي اللي عليهم بقى الدرجة بالطريقة بالرسمة بتاعتنا عبارة عن الكلر والترنيتنج باندلز ويت براون كالرز وجريش كالر الله على الرسمة وبعدين مش مشكلة لو لو خبطت الجمل بس المهمة عشان كده بقولك ايه احفظها بالاربعة اس والاربعة سي لانهم كتار فانت ممكن تنسى احدا ولا بتاع في النص لكن لو رتبتهم بالطريقة دي خلاص مش هتنساهم ان شاء الله تمام عشان كده بقولك مهمة حتة اربعة اس والاربعة سي تمام طيب ومعليش لازم تعلق على اليوترين وال حد ملاحظة اليوترين وال انا مش عامله باهت شوية وفيه اجزاء منه عاملها غمقة عشان يفكرك بجملة مهمة جدا ان اليوترين وال variable in thickness الله 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 variable ايه يا شباب in thickness يعني ايه حتة تخينة وحتة رفيعة فانعملك حتة بهتة وحتة غمقة يعني تمام ايه شي الرسمة ممتازة تفكرك بكل حاجة في الامتحان تمام يبقى ممكن لو عملنا رجعنا كده عم زوننا مثلا ونقرأ الكومنت كامل كده بتاعها يبقى ده اسم الشريحة يوترين ليو مايوما صب ميوكس تمام ده اسم الشريحة وبعدين ادي الكومنت كامل يا شباب زي ما قلنا مش مشكلة كتبتهاش على الفكرة بس منت كده بكلمة enlarged enlarged uterus with no uterine adnexa وقلتلك الاطوال احملها كده ايه تقريبية بالمصطرة ولا حاجة مش مشكلة تمام وبعدين اللي هو قلتلك علق على الباقي تمام يعني قلتلك ايه شباب احنا ثبتنا سكيمة هتمشي عليها هتقول ان دي وبعدين هتعلق على الباقي اللي هو مين الباقي اللي هو باقي الأجزاء اللي هو وتعلق على اللي هو الفالوبيان تيوب والأوفري وبعدين تعلق على الماس بالأربعة اس والأربعة سي مش قلتلك عشان ما تنساش كلمة واحدة في اليوترس تمشي بالسكيمة دي تمام طيب اللي هو مين هل في يوترين تيوب والأوفري يبقى لأ يبقى علق عليهم قل with no adnexia ماشي طيب الأوتر سيرفيس اللي هو أصدع سيرفيكس يعني no pathological change ما فوش حاجة ماشي فوش حاجة وبعدين اليوترين وال اللي هو الحيطة variable in thickness شايف حتة الفيعة وحتة تخينة الله فيش ولا حاجة يسيب دا وبعدين ايش رح بقى sub mucous mass ما لها الماس بقى بالأربعة اس والأربعة سي مع ان احنا زودنا كمان كلام تمام ايه بقى horizon طلعة افتكر انها ايه عليها حتة افتكر اني عليها البترنة دا بتاعمين يا شباب بتاع الحيطة حد شايفه يبقى horizon from wall of uterus ماشي طيب بعدين size large completely feeling the uterine cavity يعني مالية the uterine cavity وبعدين c بتاعت capsulated pseudo capsulated قلتلك تفتكرها ازاي يا شباب بتاعت كلمة pseudo capsulated قلتلك عملتلك capsule اهو بس مش كامل pseudo capsulated تمام ايه ممكن ايه حاولت تفتكرها يعني بالشكل دا ماشي وبعدين اللون والله اللون بتاعها عبارة عن greyish bundles اهو عبارة عن حزم بنية وحزم رمادية يبقى greyish bundles alternating with brown bundles smooth muscles تمام ال brown دا هو smooth muscle اما greyish دا هو الفيبر معروفة طب وال structure holy appearance طب وال consistency firm consistency خلصنا جار يعتبر طويل شوية ولكن قلتلك امشي بسكيمة الثلاثية اللي قلتلك عليها هي السكيمة الثلاثية واحد تكتب العنوان بسرعة كده اللي هو مين specimen of enlarged uterus اتنين هتعلق على باقي اجزاء الي uterus طب ايه باقي اجزاء الي uterus اللي هو الفلوبيان تيوب والاوفري والسيرفيكس يبقى ويزنو ادنكسة طب والسيرفيكس اللي هو outer surface يعني no pathological change فضل حاجة واحدة اللي هو مين الماس مالها الماس يا شباب اشرحها بالاربعة اس والاربعة سي وانا حفظتهم لك بالرسمة وما تنساش ان يتقول الني uterine wall variable in sickness افتكر الحاجر دا ندخل على تاني جار اسهل منه تاني جار يا شباب بيتكلم عن مين بيتكلم عن حاجة اسمها physical mall او اسمه ماشي اسمه الحمل العنقودي تمام بالعربي يعني طيب let's set the scenes كده زي ما بيقولوا يعني تعالى نجهز المشهد ايه المشهد بتاعنا والله ادي عادي برضو ادي الني uterine wall اول ملاحظة الني uterine wall دا هلعمله لك variable in size كده زي التاني لا يبقى لما تجي تعلق على الني uterine wall هنا يا شباب هتقول ما له الني uterine wall هنا اه الني uterine wall في الحلقة دي هتقول من قبل ما تكلم تمام الرسمة موضحة شايف الني uterine wall بتاعت مين راح تكلم على هجرح مين دلوقتي الفيزيكولار مول اهو الفيزيكولار مول تمام اول حاجة ما اللي يعني الميزيكولار مول بالعربي اللي هو الحمل العنقودي يعني تمام طيب ادي اللي هو مين يا شباب ادي الي uterine الجميل بتاعنا شكل شجرة وادي اللي هو مين اللي هو فرع الشجرة والمفروض فيه ovary هنا هرسمه هناك دلوقتي ادي ال ovary هو بتزعلش يا عم ادي ال ovary ايه دا دا ovary ممتاز جدا بس اني شايف فيه دواير كده اه اصلي دي شجرة عنب تمام بتطلع عنقيد عنب تمام شوف قدوها عربية ماشي عنقود عنب ماشي ايه عنقود العنب اللي بتطلعه دا اصلي تفكر ان عنقود العنب اللي هي السست دي اللي في ال ovary اني دا فيزيكولر مول اللي هو الحمله عنقودي فانت تربط اللي هو الرسمة بالاسم فالدنيا تبقى سهلة يعني تمام طيب ما ترسم لنا عنب كده ولا حاجة يا سلام عنب اللي هو مش اصلي ماشي هرسم لك عنب حاضر اهو يا عم ايه رأيك عنبا ياهو ادي عنب ودي اللي هو مين اللي هو اللي هو مين يا شماب اللي هي الخشبة او مش هايسم تبقى اللي بتاعت اللي هو الغصن اخصان العنب اهو تمام ادي الغصن بتاع العنب اهو مالو متعلق عليه العنب اهو وطالع من مين من الشجرة ده اه يعني دا عنقود العنب ده يفكرك ان دا حمل عنقودي بالضبط ايه الكرياتيفيتي دي مين مين يا ربنا حافظ على يا ربنا يخلينا مخي والله ماشي طيب فادي مين يا شماب ادي الحمل العنقودي اللي هو ادي عنقود عنب ودي شايف الغصن اللي قاعدة عليه ده كأنه فيبر السبتة مثلا اه ماشي كأنه فيبر ماشي مبني ما بينك تمام ودي الوفري اهو تمام اللي هي اللي هي ماشي مش ادي اليوترس ودي الفالوبين تيوب ودي الوفري الوفري مالو شايف ان فيه سيستيك تشينج كده حلو جدا تمام وبعدين في حاجة كده ملحوظة بصينا كده على ايه النحية الشمال يعني ده يعتبر ده يعتبر ده يعتبر الصورة وده يعتبر بصينا على lift side كده شباب لقينا ان فيه دم كده نازل ايه ده لا قدر الله ليه كده معنى قوله شجر عنب وبتاعه دينية حلوة كده فيه ايه الدم ده معلش عشان الكومنت فيه فيه النقطة دي ومهم عليها نص درجة فقادي يا شباب فيه مين فيه عنب اهو بس الشجرة كده اللي هو ايه اليوترين وال اليوترين وال in the lift side في بليدنج الناس بتكون كومنت من قبل ما تكلم من جمال الرسمة تمام طيب وشايف العنب ده من جماله عمال ينقط بص كده ماشي الله شايف عنب ايه عمال ينقط كده ماشي كأن ده مثلا سيراس فليود حلو ماشي كأن ده فليود اللي هو سائل فكأن ده سيراس فليود نازل من العنب يعني تمام تعرف حاجة الفيزيكولورمول خلصت ايه ده بس كده والله اه عارف انت لو افتكرت الرسمة دي اقسم لك بالله يعني شباب العزف يعني انا عارف ان الرسمة بتاعتي مش والله مش غرورة لحاجة بس انا بفهمك انا بعمل ايه في الرسمة انا بحط لك الكلام اللي عليه نص درجة بحيث فاسوأ الاحوال لو مثلا واحد الضغط وايه وسمع فيديوهاتي مثلا ايه ليلة الامتحان يا عم شاف كل فيديوهاتي ليلة الامتحان ومثلا مش فاكر اكتب ايه في الكومنج راح مثلا افتكر ان العنب ده كأنه فيزيكولار مول وافتكر ان فيه بليدينج وافتكر ان فيه فليويد اللي هو المياسيراس فليويد وافتكر ان فيه أوفاري وفيه فايبر السيبت راح كتب اللي هو مين كتب الحاجات اللي في الرسمة وخلاص ما افتكرش تينظم الكومنت كتب بس اللي هو مين الرسمة اقسم بالله هيخد النهائي النهائية لان انا اللي بكتبه لك الكلام اللي المصححين عاوزاه حد فهمني طي ما تيجي ننظم الكومنت تعالى هننظمه ازاي لا هزعل انا قلتلك ان احنا هنمشي على اسكيمة معينة في كل جارات اليوترس اللي هم ايه الاسكيمة واحد سبيس مين ايه هقوله معايا اسكيمة السلسية بتاعتنا في اليوترس ماشي واحد سبيس مين ايه شباب اتنين هتعلق على مين على باقي الاجزاء هتعلق على مين على اللي هو الفلوبيان تيوب وعلى الاوفاري وعلى السيرفيكس طب ثلاثة هتعلق على مين هتعلق على الماس طب هنا ما فيش ماس ولا حاجة ده فيزيكولار مول آه يبقى انت الفزيكولار مول ده يهو الحمل العنقودي بيكون موجود فين اهو بص على الرسمة موجود في اليوترس يبقى انت لما تجي تعلق على اليوترس توصف الحمل العنقودي ده نوصفه ازاي يا سلام والله كل حرفة في الوصف موجود في الرسمة بس ركز معايا وبقعد الفيديو مرة تانية طيب ما تيجي ما تيجي نطبق الاسكيمة يعني اللي قلتلك دلوقتي على الرسمة دي واحد يلا الاسكيمة الثلاثية قوله معايا بالله عليكم واحد بسمين of enlarged uterus حلو and thick uterine wall طب ليه thick يا سلام ما ديني عامله غامق يا شبابه عامله اليترine wall غامق ما عملهوش بص كده يعني في اليترine ليو ما يوما كان من variable inside مع اني اراهلك ان الدكاتره نفسه ما حفظنش الفرقات دي الفرقات الدقيقة دي والله ما حد هيعرف يحفظها طول عمره ولا لو قعد حتى باي مين الا لما يكون عارف الا بالرسومات دي اللي هتفكرك يعني مصر بص تتفاكر ان الحيطة بتاعت اليوترine ليوما يوما كانت حتة فتحة وحتة غمقة فتفتكر في الامتحان انها كانت variable in thickness الله لكن physical mole بص كده الحيطة بتاعتها مالها thick ما عملها لكش variable in thickness ايه الجمال ده ايه ده thick حلوة جدا طيب انت كده قلت اول جملة في الاسكيمة الثلاثية تاي حاجة في الاسكيمة الثلاثية هتقول مين هتوصف بقى الاجزاء اللي هو توصف الـ أو اليوترين تيوب معا بس ايه ده لا تتوصف توصف اليوترين وال قلناها ماشي thickness بس خلي بالك لما تقول thickness زود عليها انك ايه في دم في اليوترين وال يبقى او بليدنج بس قلها بليدنج جحسن عشان قلنا ايه في اليوترين اقوله على طول بليدنج ما تقولش هاموريج تمام ويز بليدنج ونزا لفت يوترين وال ماشي يبقى قلها بالمرة لما توصف اللي هو thick wall قل ويز بليدنج ون اتس ون اتس لفت صايد تمام او في لفت يوترين وال بليدنج هي هي يعني تمام مش قرآني عشان نقوله بالحرف طيب و بعدين هتعلى يبقى 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 كده خلصنا تاني جزء من الاسكيمات ثلاثية تالت جزء يا شباب بتعمين بتاع الاربعة اس والاربعة سي صح كده بس خلي بالك دي مش ماس يعني دي مش مش تيومر يا شباب ده حمل اسمه حمل عنقود حمل فشل يعني بالسبب كده ايه لو مش عارف يقولك بويضتين وحيوان منوي او حيوان منوي شايف ايه والله حد حد بسيط جدا ملهوش في الطب يقولي انا شايف عنبة وشايف مية وشايف خشبة طب اقسم بالله هو ده الوصف اقسم لك بالله هو ده الوصف ايه اسلام يعني هكتف الامتحان ان يزا يتراين كافيتي زيرز اعنبة اند زيرز اخشبة اند زيرز اول سو امية لا ابعا اما ليه هنترجمهم بلغة الطب العنب ده عبارة عن مين فيزيكل يبقى زيرز فاريابل فيزيكل يعني كذا فيزيكل مع بعض طيب والمية دي كونتينينج سيرس في لويد طيب والخشبة دي الخشبة دي هتقول انه كونت كونتكتنج وذ ايتش ازر يأ اللي هو مين كونتكتنج وذ ايتش ازر اللي هو اصدك على العنب كونتكتنج وذ ايتش ازر وذ ديلكت فيبرستشو الله 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 ايه هو ده في اسهل من كده كونت الفيزيكلار مول خلص بقول لك جارات الفيميل خلتهم لك اسهل حاجة بعد ما كانوا اصعب حاجة ايه رأيك طب ما تيجي نقول الكونت كامل اقسم لها خلص كده والله العظيم لو كتبت كده خلص خلصنا والله ما بزر تمام طيب يعني حتى عشان تتعرفوا عليه بص كده بص معايا كده اه بص كده ادي الشكل اهو شباب تمام طيب تتعرفوا عليه ازاي والله شباب بص كده ده الجار الوحيد اللي هتلاقي فيه مين النتاتيف كده شايفين النتاتيف دي تمام عبارة عن يوترسه وفي نتات ان هي الحاجات اللي طلعة دي تمام دي عبارة عن ايه ده ما هو ده عبارة عن الفيزيكلار مول اللي هو العنب بقى هو ده الفيزيكلز اللي بتكلم عليها تمام طبعا همش تجيب لك عنب اهو ايه كأن افتكرها بالعنب اهو شايف عنب كتير اهو انه عنقود عناب بالزبط معشكري اسمه الحمله العنقودي عشان عمل عنقود والله صح ما مش ايه مش بذر والله تمام ده شكله يعني تمام حلو جدا المهم بنرجع للشريحة بتاعتنا تعالوا نمشي على السكيمة الثلاثية والكومنت خلص ايه اللي السكيمة الثلاثية السكيمة الثلاثية دي والله العظيم سحرية لو كتبتها في الامتحان هتلاقي نفسك بتكتب الكومنت تيبكل من كتاب القسم مش مجرد مش كومنت صحي بس لا كأنك غشه انا بس الخوف الوحيد ان المصاحين يفتكرنا ان احنا غشين ولا حاجة لا طبعا بذر ماشي المهم احنا غشين من تكات غشين من عقلنا بالرسومات دي تمام المهم نرجع عشان من الكلام بتاعنا ايه ده السكيمة الثلاثية واحد سبسمن اف انلارج ديوترس اتنين هتوصف الباقي اللي هو ايه الباقي اللي هو السيرفيكس مع اللقش عليه يعني مش مهم والاوفري الاوفري ماله شوينج سيستيكتشينج وليو ترين كافيتي طيب اه اربعة اس وربعة سي بس ده مش تيومر طب طالما ده مش تيومر اما الهاوصف ايه اوصفها برن انت شايفه لو جبت واحد بسيط جدا هيقول ايه هيقول والله شايف فيزيكلز فاريابول ان سايز كونتينينج سيرس في لويد ومربوطة ببعض بفايبرا ستيشو الله انا انا بجد تعجبني الحاجات اللي انا بعملها طيب بس كده شباب خلص للسكيمة والله صح طب تعاليني نشوفها المكتوب ازاي في كتاب القسم تعالى كده بص كده معايا اهو بص معايا بص بيقول لك ايه بص كده تعال نقرأ اللي هو اول جملة مش الاسكيمة السلسية بقول لك مش قلت لك تاني حاجة هتعلق تمام ما انا قلت لك ما دي تاني جزء يا شباب قلت لك ايه لسكيمة السلسية واحد هتقول اتنين هتعلق على الباقي تلاتة هتوصف مش خلصنا كده واحد اللي هو ايه بقى اللي هو طب ليه هو قالها اه قالها والله عشان كان اللي يوم يوم كانت مقطوعة قالك طب واله اللي هو الحيطة ثيك 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 تمام ثيك المهم طب والليفت يوتراين وول كان فيه دم يبقى اكتبها بليدنج اكتبها شاموريج اكتبها معلش بليدنج تمام طيب وبعدين اليوتراين كافيتي فيه والله لو جبت واحد بسيط جدا هيقول لي والله شايف عنابة وشايف عصايا اللي هو الفايبرستيشو وشايف ميا يبقى هتقول لي يا شباب نيومرس فيزيكل آه عنابة كبيرة وعنابة صغيرة مربطين ببعض بايدليكت فايبرستيشو تمام طيب خلي بالك الترانسليوسينت والده اللي هو يقصد على مين على العنب ما يقصدش على يوترين وال كافيتي خلي بالك عشالناس تقول لي ايه من التقبط لا الوترين وال بالفعل ثك لكن يقصد على الترانسليوسينت وال اللي هو بتاع العنبة العنبة اللي قدرها رفيع لدرجة ان انت شايف الفيليود جواها فهمني مش مهم عن فكرة ما كتبتهاش طيب وبعدين جواها مية مية نظيفة يعني ماشي طيب الوفري ما لها بقى قلناها بدري بس انا حبيت اقول الوفري لما قلت ايه و قلت بعدها الوفري عشان انظم لك الاسكيمة بتاعتنا مش الاسكيمة بتاعتنا باقول الاسبسمن بعد كده باقول مين باقول المحتويات طيب بيبقى ده مين يا شباب الفيزيكولر مول تالت جار لليوترس معانا برضو عبارة عن مين عبارة عن شجرة اهي الشجرة تالتة معانا عبارة عن كارسينوما او في يوترس رمزان اف اربعة لو انت حابب تحفظ ارقام يعني تمام كارسينوما او في يوترس بس ايه اسلام انت في حاجة ايه انت ليه قطع نصها كده او ماسح نص اليوترس مش هفضل تكملو زي الباقيين كده هقولك اه اصلا قطع نصها كده عمدا ليه قطع نصها عمدا سناخفي دي كده واخفي كمان دي ماشي مشكلة ليه قطع نصها عمدا اصلي الكم انت بيقولك نص يوترس ايه رأيك اتكررت كلمة نص يوترس معنا مع اليوترين ليوميومة بس بس كانش ينفع امسحها هو كان في ليوميومة كان قصده نص التيومر مش نص اليوترس تمام المهم خلينا بس في الكارسينوما خلي بالك انه ده كارسينوما تمام طيب المهم يبقى بيبقى باسم من 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 نص يوترس اه وبعدين بص شباب اليوترس ده طلع منه عارفين الفطريات العش الغراب بقى والفانجس والماشروم بقى والحاجات دي اه بص كده ايه ده ايه ده طلع عش غراب من الشجرة دي اه او طلع فانجس طلع فانجس من الشجرة اه بس للأسف ده مش فانجس ايه ده شباب مين ده مش ده اللي هو قلتلك بيمثل الكنصر عشان ده كارسينومة تالت مرة يعدي علينا اخدنا ظهر معنا في السيمينومة وظهر معنا في مين في البابلري كارسينومة الناس اللي شافت فيديو البابلري كارسينومة حد فكر سرطان البحر قلتلك كل ما تشوفوا في فيديوهاتي الجاية اعرف اني ده كارسينومة يعني سرطان خبيس فعشان ما تتنخبطش في الجارات في الامتحان وتقول اه يا بوي طب هو ده كان تبع لي يومي يوم ولي كان تبع العنب ودخل الكومنت في بعض اهو يعني بحتى العنوان بربطونك بحاجة عاوز ايه تاني فادي حبيبنا اللي هو بيمثل سرطان البحر قلتلك معناك كارسينومة افتكروا انه هو ايه ادي هو بيقف على الشجرة هو بيأكل من عيش الغراب ده ولا بيعمل ايه باشي طيب المهم وبعدين في ايه بص كده في نوقة سودا اقسم بالله الكارسينومة بتاعت اليوترس خلصت اقسم بالله انا بحلفك خلص الكومنت والله طب احنقول ايه الاسكيمة السلسية يلا واحد سبس من اف هاف هاف نص انلارج يوترس هاف انلارج يوترس تمام وبعدين علق على الباقي هتعلق على مين هتعلق على السيرفيكس هتمش معلقين على مين على الوفري ولا الفلوبين تيوب هنا هتعلق على السيرفيكس ما له السيرفيكس ما فوش حاجة زي الفل طيب ركز ركز في الجملة اللي عليها الدرجة بتاعت الشريحة الجملة اللي جاي عليها الدرجة وان شاء الله محدش هينساها لو بتفرج على الفيديو بتاعي ليه لان بص بيقولك ايه التيومر ماس تمام بص شكلها مش منتظم يعني حتة رفاياة وحتة تدخينة مش مهمة دي او يعني مهمة بس يعني مش صعبة معروفة عشان كارسينوما بص الجملة الجاي المهمة دي ما لها الجملة اسمع الجملة شابه عليها عليها درجة الشريحة او عليها درجة الجار بيقولك ايه بيقولك التيومر ماس ركز ركز معايا كده بيقولك تعال انا منزوم كده بيقولك التيومر ماس اريزنج فروم زفاندس وزيوترس اند فانجيتنج زكافتي اوف زيوترس ايه ايه العظمة دي ايه ده 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 ركز بيقولك ايه بيقولك التيومر ماس الي دي ما لها يا شباب بتقولك اريزن فروم يعني بتطلع من الفاندس يعني Vadas اللي هي الجزء العلوي من اليوترس اللي هو اسم يعني بيقولك بتطلع من الفاندس وبزيوترس وبتعمل فانجيتنج يعني بتعمل شكل الفطر انزا كافتي او في زيوترس يعني في مص اليوترس ايه ده جرب بس معي جرب تكتب كده بعد ما تقفل الفيديو جرب تسمع اي كومنت فيهم كده في ورقة وقارنوا بين كتاب القسم او الكومنت مكتوب في كتاب القسم والله لو حد غريب هيفتكر غششهم من كتر ما انت بتكتب تبك ليه ايه الجمال ده تمام يبقى تاني تعالى كده نجيب الكومنت كده ونقرأه مع بعض احنا هنمشي على سكيمة سلسية مالها اول حاجة سبسمن ماشي خلي بقى افتكر ان ده نص يوترس ما اطوع لو انسيت كلمة نص على الفكرة مش مشاكل سبسمن وفي هافوف زيوترس وبعدين هتعلق على الباقي السيرفيكس نوباثلوجيكال ابنورماليتيز حلو وثالت حاجة تيومر ماس مالها شكلها irregular عشان هي كارسينوما في تكري سرطان البحر ده يبقى not capsulated تمام وبعد كده arising from شايف الجملة دي عليها الدرجة لو كتبتها وكتبت العنوان وهبت اي كلام بعد كده زي 100 بس خلي بالك والله الجملة دي مهمة جدا عشان كده ايه الرسمة مركزة عليها جدا بص معايا الجملة دي والله في غاية الخطورة دي ماشي اقرأ كده arising from بتطلع من الفندس اهو اللي هو الفطر ده طالع من الفوق من الفندس وبعدين فانجيتنجتو يعني عامل فانجاي تو زا كافتي اوف يوترس ايه هو الجمال ده ايه ده فضل مين بقى بص كده لما انت بصيت عليها من فوق يعني تعالى نزوم لما انت بصيت عليها من فوق اللي هو يعني كأنه الكاتسيكشن مش ده يعتبر كأنه كاتسيكشن يعني اهو كأنك اطعتاه بصيت عليها من فوق لقيت ايه فيها والله لقيت جزء في اجزاء حمرة وجزء في نقط سودا ويعمل لو مش فاكرها يا شباب ده تيومر مليجنانت يعني فيه هيموريجونيكروزيس مش محتاجة سكيمة فهو فيه نقط سودا وحتة حمرة يعني هيموريجونيكروزيس ايه صعب في كده تمام وبما ان فيه هيموريجونيكروزيس فهو اسمه هيتروجينس يعني شكله مش متناسق او مش او مش شبه بعض كله تمام فبيقولك ايه الكاتسيكشن هيتروجينس يعني عشان فيه هيموريجونيكروزيس هي هي يعني جملةين دول مردفين لبعض خلص الكومنت الله الله يبقى اسمها ايدي يا شباب لو نسيت في المتحن اسمها ايدي F4 يبقى ده افتكر سرطان البحر اللي هو بنسميه كارسينوما طب والكارسينوما دي فين في اليوترس الاسكيمة السلسية وبعدين علق على الباقي مش معلق على الوفري ولا الفالوبيان تيوب مفيش مشاكل مفيش حاجة اوصلة للسيرفيكس وبعدين التيومر ماس شكلها عشان هي خبيثة خلاص كلام سهل بعدين اهم حاجة بتطلع من الفندس وبتفنجيت انزا كافيتي الله على الرسمة شوف شوف اللي هطلع من الفندس وعمله فنجاي جوه الكافيتي طب والكاتسيكشن هيتروجينوس وهيمورجونيكروزيس عشان هو اصلا خبيث ودي عملها لك ايه حتة حمر وحتة سودا افتكر يعني مين اللي هو يعني هيمورجونيكروزيس منها لوح عبيب يعني خلصنا تالت واحدة فاضل مين يا شباب اخر واحدة اللي هي ممكن تكون ارخم واحدة فيهم بس ان شاء الله هتبقى سهلة معنا يبقى دي تاني شجرة ودي شجرة الله شايف الجمال لوح فنية لوح فنية مش مش شرح خلاص الالباس بتاع زمان اللي هو بصمج وكتب وغلط وهبد خلص بس معلش عشان تكمل تكون بيرفكت بيرفكت خالص بعد ما تقفل الفيديو معلش حاول تكتب الاربعة بخط ايدك وتشغل تايمر حاول تخلي الاربعة ما يعدوش خمس دقايق حلو عليهم الخمس دقايق تمام معلش او رجعهم لو حاببت رجعهم رجعهم اكتبهم بسرعة عشان تتعود انك تكتب بسرعة في الامتحان دي نصيحة اخوية يعني مالاش علاقة بالفيديو ماشي يعني انا والله عليكم مش اكتر عشان الناس ما تقعش في نقطة انها تقع في غلطة انها يعني الوقت تخلص عليها وهي حفظة الكومنت وفكرة ومذاكرة مش عايز يحصل كده يعني معكم تمام لاني للأسف تلسعت منها تلسعت في الحركة تي في الجي اي تي ما كتبتش اصلا الميكروسكوب للأسف يعني كنت لسه بكتب في الشريحة وما كتبتش من كريسكوب وليت الدكتوران هاوان دي يعني ما علينا طيب رابع واخر شجرة معانا تعالى بس نخفي دول معليش عشان ناخد راحتنا نخفي دول لهم خلاص ليو مايوما وفيزيكولار مول وده اسمه في تكري سرطان الوحر كارسينوما اوف زيودرس تمام في تكري ان هو ايه رايح اكل من الفنجاي دي طيب اخر واحدة مين معانا يا شباب اخر واحدة اللي هي اسمها تعالى نتفرق كده cancer of cervix and leoma of broad ligament ايه ده كله ده اسم اه والله اسمها كده ماشي تعالى كده نزبط الاول الشريحة تعالى نزوم مع بعض عشان نعرف تتكلم عن ايه تمام طيب ادي شباب مين ادي الويترس بتاعني عادي ودي كذلك الول طيب حد يحضر اناتومي معايا طيب يا عم انت لو محضرتش اناتومي معايا مذاكر اناتومي الفيميل لو مش مذكر اناتومي الفيميل المفروض ان في حوالين او او مغط او في جزء من البراتونيام مغطي الفالوبيان تيوب ده بيكون اسمه ايه شباب اه الناس اللي حضرت معايا اناتومي ليب ليب يعني ما شاء الله تمام اسمه broad ligament ممتاز جدا تمام فالبرود ligament ده حد فاكر لما انا عملتلك يوترس بالسلصال وروح تجبتلك منديل عليه وقلتلك عمل زي الستارة تمام ايه الستارة دي كأنها broad ligament تمام طب ليس لما انت عملها معلش عشان افكرك اني ده cancer of cervix بص بص cervix وصل لعنق الرحم وليوميومة of broad ligament اه حد فاكر اللي كانت بدري احنا مش كنا الليوميومة بدري هي دي اهي دي دي الليوميومة اه فيه هنا الليوميومة برضو هي هي بس في مين في broad ligament مش في طب هل انت هل انت هتوصفها تاني الدكتورة قالت لا مش هي دي الاساسية الاساسية اللي هو cancer of cervix فاهمني تاني الحتة دي انا عندي الجار ده فيه سرطانين سرطان في السيرفكس وصرطان ليوميومة زي اللي هو اول واحد خالص اللي هو كان هورلي appearance ومدور وكلام ده كله وسوده capsulated بس موجودش في اليوترس موجود في مين في السيطارة بس مين الاساسي او هنشرح مين هنشرح بتاع السيرفكس فحد فاهمني فالدكتورة قالت لا يعني انت طالما قلت فيه ليوميومة ببرد لجم انت خلاص مش محتاجين شرحه بس نشرح لبتاع السيرفكس طبعا تمام طيب نشرح ايه ونعمل ايه يلا معايا كالعادة ان نزبط الدنيا هو اول حاجة ده cancer يعني خبيث رقم F7 ايه لو حابب تعرفه طيب انا والله هعملك رسمة شخبيطة كده بسيطة جدا تفكرك بالcancer اهو بص كده اهي 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 خلصت والله خلص والله العظيم خلص ما بهزر والله ما بهزر خلصت شوفم عن نسمها كبير counter of cervix and delium of barod ligament وتحس نفسك اللي هو ايه انت دخل تحضر دكتوراه في اليوترس وتلاقي اللي هو مين الكومنت عبط من العبط تمام فايه يعني تمام موضوع سهل جدا طيب ايه هو ده يا اسلام ولا ايه هو ولا مش ايه هو حط الاسكيمة السلسية بتاعتنا والموضوع خلص اقسم بالله حط الاسكيمة السلسية على كده من دي والموضوع خلص يلا الاسكيمة السلسية يلا عبارة عن specimen of uterus غلط specimen of enlarged uterus قلتلك خلي بالك من الكلمة enlarged سواء في البرستاتة او سواء في السيمينومة او سواء في اي جار طيب تاني جزء من الاسكيمة هتعلق على البقيين الابنة اللي هو اسم مين الراجل ده شعبان عبدالرحي المهم تاني جزء من الاسكيمة هتعلق على البقيين هتعلق على ايه في البقيين اللي هو الفالوبيان تيوب او اليوترس وهتعلق على الوفري وهتعلق على السيرفيكس مش صح كده والول طبعا اليوترين وال طيب ما له ما له الفالوبيان تيوب هل في مشكلة طيب هل الوفري في مشكلة لا يبقى هتقول with both أو أو بدل ما تقول وفي ويوترين تيوب والأدنيكسيا كلمة سهلة تمام طيب السيرفيكس في مشكلة طبعا ما هو ده أصلا سرطان سيرفيكس ما هو سيرفيكس بس اقول ايه بقى يلا نبدأ نشرح السرطان والسيرفيكس شوينج تيومر ماس ماش كده تاني جزء من الاسكيمة تالت جزء اربعة اس واربعة سي واحد الشيب الرجولر الحجم اللي هو السايز لارج هل كابسيوليتد طبعا لا هل حد شايف عملها لك كل ما تشوف ان انا عملك تيومر مخطط بالشكل ده يعرف ان هو انكليبسوليتد معروفة زي ما اخدناها في الأوفري طيب طالع منين والله بروترودنج طالع من السيرفيكس خلص والله خلص بس نسينا حاجة نسينا اللي هو الكالر سي بتاعت الكالر طب انا ملونهونك بايه يعني لو انت نسيت حد يقول لي براون ممتاز حد يقول لي دارك براون ممتاز حد يقول لي يلوش يلوش براون ماشي ماشي طيب بس انت كده علقت على تيومر سيرفيكس مش في قولنا فيه اتنين تيومر في الشريحة دي تيومر في السيرفيكس وتيومر بتاع البرود لجامنت انه اسمه ليوميومة اه فانت متوصفهاش قول بس ان فيه تيومر تاني في الليوميومة ماشي يعني هتقول لي في الآخرة هتقول another tumor mass اللي هي بنقصين ليوميومة مش ملوش لازم الوصف ده ماشي بص 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 الرسمة شايف التيومر دي وصل المين وصل الحد وصل الحد السيطارة مش كده شباب التيومر دي اه وصل الحد السيطارة يبقى مش كده وكمان وصل الحد يبقى وصل زي ترين تيوب انا عارف ان الشريحة دي ممكن ما تكونش تيبكة للاسكيمة السلسية بتاعتنا بس هي تيبكة لحد قبل الورم التاني تمام ولكن والله والله الحد يعني يعني لو انت شرحت الورم الاول كفاية الدكتورة قالت كده والله العظيم في الاتسيكشن يعني مش بقولك على حاجة كذبة من عندي تمام طيب ولكن اكتبها زيادة امان تمام المهم طيق طب افرد الوقت يسلم زنى لا خلاص اكتب لحد مين اللي هو الحد تيومر بتاع السيرفيكس طب تعالى نقوله تاني بسرعة تعالى ماشي وطب والسيرفيكس في ماس طبعا ما تنساش الهو مين اللي هوتراين وال عملو لك ذاك ماشي حتى لانك كله ذاك خلي بالك كلهم THIC اهو تمام طيب اللي هوتراين وال ثك يعني ممكن نجيب اللي هوتراين وال هوهو ماشي همسع بس الحتة دي عشان بين wedding старاء جاني كده نفهمني تمام اهو عشان بينك السيطارة مش اكتر طبعا يعني ماشي طيب ثك يوتراين وال تمام طيب وبعدين والله هتقول اني السيرفيكس يعني عشان في التيومور ماس طب وما له اه لأوفري علاق احنا قلنا مالها لأوفري نورمل مفاش حاجة ماشي يبقى لأوفري نورمل والفالوبين تيوب يعني قلنا فيها اللي هو اليوم يوم طيب نمشي تاني على السكيمة السلسية وبعدين علق على الباقي ويذبوس أدنكس ويذبوس أدنكسا ويذبوس أدنكسا طيب والأوفري نورمل والسيرفيكس دايليتد ده تاني جزء من اسكمة السلسية امشي عليها والله عظيمة تلاقي لفسك كتبت كل حاجة تمام وبعدين 4S و 4C الشيب الريجولر كبسيوليتد لا الكلر براون أو براون ان كلر أو براون فاتح لايت براون يعني تمام الكونسيستنسي حجر قلتلك ايه ده عبارة عن شجرة يبقى هارد انكونسيستنسي طيب طلع منين من السيرفيكس أريزن أن بروترودن فروم سيرفيكس خلص خلص الكومنت لو كتبت الحد هنا perfect خلص الكومنت لو عندك وقت زود بقى بس والله العظيم مش هتحسب عليها تمام هتقول ايه ان فيه والله another tumor mass اللي اسمها اليوميومة زي اللي كانت بدري اللي هي نفس الوصف بتاع مين بتاع اللي فاتت اللي هو large round و hard inconsistency و light brown و irregular outer surface هي هي تمام ولكن مش مهم للوصف بتاعها المهم تكتب ايه المهم تكتب انها attached mask في البرود لجامينت و mask one of the uterine tube stretched over it اللي هي ممتدة عليه تمام عارف لكم انت تطويل شوية ولكن صدقني امشي بطريقة اللي هو الاسكيمة السلسية و زود بتاعت انظر tumor mass وخلصت الحمد لله شباب خلصنا الجارات الحمد لله انا فرحان قوي والله ان خلصناهم يعني كنت حس اللي هو ايه بحملة قيل على كتفي كده لو انا هحفظهم مع نفسي اسيب الجار ده مش عارفة عمل يعني ايه ما كنتش ههتم بيها زي ما ههتم بان انا اشرح لكم يعني تمام لكن كنت حس بحملة جامد والله انا واشرح لكم الحمد لله ان احنا ايه خلصنا الجارات متبقى كام سلايد تقريبا تلاتة او اربعة مش فاكر هننزبطهم ان شاء الله كده للكومنتات كلهم ارجع خد skin shot لكل واحدة وخلصنا مين اسكمات اليوترس يا ربط لو عجبكم يا ريت يا ريت بالله عليكم يعني اكسبوا كده ايه نصيحة اخوية يا ريت بعد الفيديو ده تروح تكتب ايه الكومنتات بسرعة كده في ورقة ولا حاجة تسمعهم لنفسك واوعدك ان ان شاء الله بس لما تكتبهم بسرعة مش هتغلط في الامتحان وهتكتبهم بسرعة والوقت هيكون كافي معك وان شاء الله خير يعني متقلقوش يا شباب اه حمد لله خلصنا جارات يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وكومنت وتشيروا بقى في واتس فيس بقى اي حاجة وتويتر بقى اي حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته